موسيقى إن الأساس الحقيقي لهذه الدراسة هو أن نعرف حقيقة الأمور الروحية وقد انجرفنا بعيداً عن هذا الأمر داخل الكنيسة وأصبحنا نعطي الموافقة بشكل غير مباشر ونعيش حياتنا كما لو أنه أمر ثانوي حقاً والحقيقة هي أنني لا أعتقد أننا سنزدهر إن لم يحدث لنا تجديد روحي وأيضاً صحوة روحية وإعادة تمركز لمكانة إيماننا وثقتنا عندما نأتي للكنيسة يقول موظمنا كما تعلم يسوع هو أساس حياتنا وبعد ذلك نتوتر عندما يتحرك السوق أو تتغير أسعار الفائدة أو لا ينضم أطفالنا إلى الفريق الذي أردناه وتبدأ ثقتنا تنهار نحن نشاهد أعمال الشر والفجور والفساد ينمو ليس فقط على المستوى الوطني ولكن على مستوى العالم بطرق لم نشهدها منذ فترة الرد على ذلك لن يأتي في المقام الأول من الحكومات أو السياسيين أو الأحزاب الرد على ذلك يبدأ من قلوب شعب الله فإذا كنا سنتحد مع الله ومقاصده ووجهات نظره فسنرى بالتأكيد حلول الله تعمل في تلك الأماكن لكن الحلول لم تبدأ من هناك ثم تجد طريقها للكنيسة وهكذا فهم الأمور الروحية والإيمان بها والتصرف بإيمان بأن الله أخبرنا الحقيقة ضروري للتغييرات التي نحتاجها لا نحتاج قادة أفضل نحن بحاجة إلى قلب أفضل وسط شعبنا آمين لقد انجرفنا بعيدا جدا 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 عن ذلك أصبحنا متسامحين مع الفجور والفساد وأشياء كثيرة نغلفها دائما بفكرة أن الله محبة إنه كل الحب هذا حقيقي الله محبة لكنه أيضا إله عدل بنفس القدر وإذا قلنا نصف هذه المعادلة فسنصبح أناسا مخادعين نحن نقوم بهذه الدراسة وسأعود إلى شيء درسناه خلال عطلة نهاية الأسبوع ولم أستطع تجاوز قشوره لكن سنفعل في عظتنا إن شاء الله لقد بدأنا بفكرة المواهب الروحية في كورينثوس الأولى الإصحاح الثاني عشر إنه مكتوب إلى كنيسة هي كنيسة روحية كما تعلمون إذا استخدمنا اللغة المعصرة يمكن أن نسميها كنيسة عبدة ومشاركة كان روح الله يعمل فيها تكلموا بألسنة تنبأوا صلوا من أجل المرضى وحدثت معجزات وكانوا مجموعة روحية من الناس وكانوا مجموعة جسدية من الناس كانوا في حالة سكر كانوا شرهين كانوا غير أخلاقيين كتب بولوس إليهم تسامحتم مع الفجور الذي لن يتسامح معه الوثنيون علينا أن نتعامل مع حقيقة أنه يمكن أن تكون لديك سمات بعض النشاط الروحي وتكون أيضا جسديا بشكل ملحوظ سننظر إليه بالتفصيل يكتب بولوس ويقول لهم أما من جهة المواهب الروحية أيها الإخوة فلستو أريد أن تجهلوا كلمة مواهب مكتوبة بخط مائل إنها ليست في اللغة الأصلية لأن الأصلية كلمة ليست لدينا في الإنجليزية وهكذا هناك القليل من الحرية في كيفية ترجمتها يمكن أن تكون مواهب أو إظهارات يمكن أن تكون أعمال أعتقد بشكل عام الأمر يتعلق بالأمور الروحية لا أريدكم أن تجهلوا الأمور الروحية إنها فئة واسعة جدا والحقيقة في الغالب نحن جاهلون نوعا ما بالأمور الروحية في الجنوب كلمة جاهل هي إيهاية ماذا بك يا جاهل؟ أمك لم تعلمك شيئا؟ لا تقهم أمي في الأمر وهكذا كثيرا لذا نحاول فهم الأمور الروحية فالكتاب المقدس هو كتاب روحي لا يمكن أن تكون من أتباع المسيح ولا تؤمن بالعالم الروحي لا يعقل في البدء يقول الكتاب خلق الله السماوات والأرض هذا هو الإصحاح الأول الآية الأولى وفي النهاية سماء جديدة وأرض جديدة وهذا يسوع الذي بالمناسبة مات على صليب روماني وأقيم من بين الأموات بروح الله وسوف تجث باسمه كل ركبة في الكون إذا أخرجت الروحانية من الكتاب ليس لدينا قصة هي ليست مضادة للعقل أنا لا أعرض التعليم تعلم كل ما يمكنك تعلمه يجب أن تحول القوة السحقة لعقلك نحو شخصية الله لن يتم تخويفه الله مختلف عننا تماماً هو مختلف عننا بشكل كامل ليس هناك مقارنة يقول الكتاب إنه يعرف عدد شعر رأسك أؤمن بذلك لديه عدد شعر كل رأس وبالتحديث لا يعرف فقط المولودين معك أو كم لديك من الأطفال لاحقاً يعرف متى يسقط عصفور على الأرض كيف يمكنه فعل ذلك إنه مختلف عننا لا يمكن معرفة عدد شعرك وإذا فعلتها ستكتئب لذا أعطيتك للتو بعض الأشياء للتفكير فيها خاصة بالأمور الروحية المواهب الروحية نعرف بالتأكيد كورينثوس الأولى هناك تسعة أنواع مدرجة لكنها ليست القائمة الوحيدة في العهد الجديد وليست شاملة هناك بضع عشرات من المواهب الروحية التي في العهد الجديد والروح القدس هو من يعطيها كما يقرر لذلك كلمة هدية بالنسبة لي مضللة قليلاً لأنه إذا أعطيتك كتاب المقدس هدية إنه لك افعل به ما تريد يمكن إرساله لنيويورك أيقرؤون في نيويورك؟ يقرؤون؟ أنا آسف نحب نيويورك سأذهب لمؤتمر القساوثة في وقت ما في مايو وإذا أعطيتك كتاب هدية فيمكن فعل ما تريدين به يمكن قراءته أو الاحتفاظ به أو يمكن ركنه على الرف إنه هدية هذا مجرد توضيح إن فكرة الموهبة الروحية هي فكرة مضللة بعض الشيء لأنه ليس شيئاً عمل المعجزات أو مواهب الشفاء ليست ملكك لتفعلها ما تريد وإلا ستذهب للمستشفى وتفرغ المكان أو تكون شخصاً أنانياً لماذا لا تفعلها؟ الروح القدس هو الذي يصنع هذه الإظهارات حاضراً ولكن يجب أن تستقبلها جيداً وتتعاون معه ليس عليك أبداً أن تخاف من أن يوبخك الروح القدس ولكن المسيحيين في بعض الأوقات تحدث لهم أشياء تشبه هذا لأنك قبلت شخصاً فعل شيئاً وقال ليس أنا ولكن الروح القدس جعلني أفعلها كلا لم يفعل يأتي الناس إلي أحياناً ليس كثيراً لقول هذا في العالم ويقولون لي لا أريد هذا ولكن الرب أخبرني أنه يجب علي وأنا أقول توقف عن هذا إذا لم تكن لديك شجاع لقول ذلك لا تلوم الله على ما تفعله إذا أردت طريقة لتمييز عمل الروح القدس يجب أن أحذر ولن تنتهي هذه المقدمة التمييز بين الروح القدس والروح غير المقدس أن غير المقدس سيسيطر عليك إذا كنت تبحث عن طريقة للتمييز بين الاثنين فئة عامة جيدة شيء ناجس غير مقدس شيطاني مهما كانت التسمية الأكثر راحة لك سوف يهيمن أعرفت أنا وأنت أشخاصاً أو عرفنا أنفسنا في الأوقات التي كان فيها شيء يؤثر عليك كثيراً وكان من الصعب جداً أن تتراجع الروح القدس لن يسيطر عليك علينا نحن أن نختار التعاون معه سوف يدعوك وسوف يبكتك سوف يطالبك ولكنه لن يلغيك أبداً إنني أستطيع القول إن المواهب الروحية حقيقية جداً إن ثمر الروح واضح في شخصيتك إنه دليل على خضوعك لروح الله هناك تسعة أشياء مدرجة في غلطية محبة وفرح وسلام وطول أنا وصلاح هل يظهر هذا في حياتنا الاستعداد لصلب الجسد القديم لأن طبيعتنا الآدمية وندع روح الله يبرز شخصيته هذه فينا إن النتجة الروحية يتحدد من خلال ثمر الروح وليس مواهب الروح مواهب الروح هي أن يجعل الروح القدس نفسه معروفاً من خلال الفرد من يستقبل العطية إذا كنت مريضاً وشخص ما يصلي لك من حصل عليها؟ ليس للخداع إذا مرضت وصليت لأجلي فسأقول نلت عطية من الله لكن في لغتنا سنقول إن الشخص الذي كان يصلي هو الذي لديه عطية الروح التي تعمل من خلاله لا أريد مجادلة لكن هذا هو إظهار الروح رغبة الله في مساعدة شخص ما عظيمة ويستخدم أوعي غير كاملة هذا يعطيني أملاً أسبوعياً صحيح ويجب أن يعطيك أمل أيضاً لأن الشيطان سيشتكيك ويذكرك بضعفك لكن ثمر الروح يتطلب التعاون مع روح الله هذه الأشياء لن تنمو في حياتك إلا إذا كنت تستسلم تماماً لروح الله يمكن أن تجلس في الكنيسة عاماً بعد عام ولا ينمو بداخلك ثمر الروح لا تتخيل أن طول المدة يعني النج احتاج بعضنا أن يدخل فترة التجربة ثلاثين يوماً مع الرب بستمائة مرة سوف تحرج في السماء ستقف عند البوابات اللؤلؤية ومعك لعبة المواهب الروحية ثمر الروح عطايا الخدمة يتحدث في أفاسوس عن تلك المواهب التي أعطاها الله إلى جسد المسيح الرسل والأنبياء والمبشرين ما زالوا يعملون في جسد المسيح سلاح الله يتحدث الكتاب إلينا عن الأسلحة الروحية لن تحتاج إلى هذه إن لم يكن هناك تعارض يمكن أن تتناسب هذه الأربعة مع الفئة العامة من الصراع الروحي وهناك جزء هائل من الكنيسة يتظاهر بالتصرف كمتطورين قليلاً عن أن نؤمن يؤمنون في الأماكن المختلفة والأماكن التي لا تتاح لهم فيها فرص التعليم التي لدينا إخوتي، إن لم تؤمنوا بالشيطان فهو موجود وهناك بعض الأفكار البسيطة الحقيقية لقد قال يسوع رأيته يسقط كالبرق من السماء أحياناً نضل عندما نتحدث عن المسيحية أو تبعية المسيح الهدف من هذه العلاقة مع يسوع أن تجلب الحرية لحياتنا ولا يريد أن يحدك أو يقللك أو يأخذ منك شيئاً يسوع يجلب الحرية وهذا هو الهدف من هذه الدراسة أن تتحرر من القلق يسوع قال لنا بشكل مباشر لا تقلقوا قد تساعد دراسة أصل الكلمة لا أفعل هذا كثيراً لكن هنا قد يساعد التعبيرات الرنانة في أصل الكلمة في الإنجليزية القديمة الكلمة تعني يختنق وفي الإنجليزية الوسطى تعني الإمساك بالحلق مثلما يمسك الذئب بالخروف من حلقه عندما يهاجمه بحلول القرن السادس عشر تم تقلصها لتعني المضايقة أو الهجوم وفي تعريفها الحالي القلق هو الشعور بالهم والاضطراب وعدم الارتياح ولكن أحب هذا التقدم لأن تأثير القلق الحقيقي على حياتك أو حياتي يطبق على حلقنا يشنقنا ويخنقنا ويقلل من فاعليتنا ويختازل وعينا بعالمنا يمنحنا مشاعر غامرة بما يمكن أن يكون ويحجب حقيقة أين نحن ومن نحن قرأنا في متى ستة تعليق يسوع عن القلق أربع مرات في النص يفحص تمسكنا بالقلق فيقول لا تفعل ذلك لا تهتم بما تلبسون وما تأكلون ولا بما تشربون ولا أين تعيشون هو لا يقول إنها أمور ليست هامة في حياتنا بل إن القلق بشأنها غير لائق وكثيراً ولا سيما المتدينين منا يمكننا تبرير قلقنا وخوفنا وانشغالنا فنقول نحن نفعل أمور الرب أمور كثيرة نغطيها في طلبات الصلاة بالاهتمامات الكتابية ونغلفها في تعبيرات مستخدمين كل أنواع الكلمات الروحية والواقع هو أننا غير مهتمين بملكوت الله نحن ندفع بأفكارنا ونغلفها بكل أنواع اللغة الهدامة هذا أفضل سيناريو للقلق الأسوأ سيضعف إيمانك وسيجعلك غير مثمر تذكر مثل الزارع يسوع تكلم عن زارع خرج ليبذر ووقعت البذار على أنواع مختلفة من الأراضي لقد تكلم عن نوع من الأراضي في متى 13-22 يقول الكتاب والمزروع بين الشوك هو الذي يسمع الكلمة وهم هذا العالم وغرور الغنى يخنقان الكلمة فيصير بلا ثمر هذا تعرفنا عن القلق يمكنه أن يخنق تأثير كلمة الله وهذا يحذرني إذا أعطيت للقلق مكانا في قلبي إذا رعيته ونميته ولم أنتبه له ولم أتعامل معه فإنه سوف يخنق تأثير كلمة الله هذا لا يمكننا تحمله وإليك دعوة يسوع أخبرنا بالحق قال لا تقلق ويجب أن لا نقلق وإن اخترنا أن نقلق فقد اخترنا أمرا غير لائق وأفضل علاج كتابي لذلك هو التوبة سأختم وأرجو أن تصلي صلاة معي لنتوب فقط أعطينا القلق مساحة في قلوبنا ووقتنا وحياتنا مستعد؟ لنصلي أبانا أشكرك من أجل كلماتك نقبلها لأنها الحق أشكرك على الطريق الذي تفتحه أمامنا للسلام والحرية والرجاء والفرح نريد أن نتوقف ونقول آسفون ولنتوب اغفر لنا لأننا تسلمنا زمام حياتنا وكنا نقلق حول أمور وقتية ملأت قلوبنا وأيقظتنا بالليل وقلصت من علاقتنا بك نتوب عن ذلك اغفر لنا وفي توبتنا لا نقبل غفرانك فحسب بل سيادتك على حياتنا يا روح الله ساعدنا أن نسير في الطريق الجديد في اسم يسوع آمين أخذنا هذه الأشياء ونحاول فهمها في استياق الكتاب المقدس نظرنا لسفر الرؤية وهناك بعض الدروس الروحية يمكن استخلاصها ثم أوضحنا أن هناك صراعا حقيقيا للإيمان بالأمور الروحية أعلم أننا في الكنيسة لكننا نستهلك طاقة وجهدا ووقتا هائلا في حياتنا لتنظيمها ونادرا ما نضع الله لعمل هذا إنه صراع داخلي حقيقي ويجب أن نكون صادقين أولئك الذين هم مسيحيون والذين كانوا موجودين لفترة طويلة وذهبوا وقرأوا ويعرفون الأمور الروحية لا يزال لديهم صراع ليؤمنوا ليس جديدا على جيلنا إنها قصة الكتاب وسنلقي نظر على بعض الأمثلة ولكن نظرنا لبعضها سابقا أعطيتكم بعض المكونات التي أعتقد أنها ستساعد في تقوية الإيمان بالأمور الروحية والأول هو التمييز بين الإيمان وبين الفهم هناك فرق كلاهما مهم لا أن في أحدهما أو الآخر لكن الإيمان والفهم لهما هدفان مختلفان تماما الإيمان يبدأ بقرار ولكن الفهم يظهر من التجربة أو المعلومات الداخلية إذا كانت لديك معلومات وليس لديك خبرة سوف تعيش في عالم الشك لأن الحقيقة حتى تكون جزءا من ملفك الشخصي يجب أن تكون لديك خبرة مرتبطة بها لذا نريد أن نتعلم أن نؤمن بالله ثم نتعامل مع فاجوة الفهم لأننا لن نفهمه تماما في هذا الجانب من الأبدية إنه ليس مثلنا كما تعلمون يوجد اختلاف بين الإيمان والفهم ثم أوضحت أن علينا قراءة كتبنا المقدسة وليس هذا فقط بل التفكير في الأمر إذا قرأته بشعور الإلزام ستشعر أنه انتهاك لوقتك كم من الوقت يجب أن أقرأ؟ يمكن الإسراع أو الاستماع إليها أتوجد ملخصات؟ أتخطى الأسماء؟ أنت تخسر شيئا هناك أحداث تمهيدية يتحدث عنها الكتاب بالتأكيد أول واحد والأكثر أهمية هو ضرورة ولادة الشخص من جديد إذا لم تولد من فوق فلن تدخل ملكوت الله لا يمكنك أن تكون جيدا أو لطيفا يجب أن تولد من فوق لا أصدق هذا ستخسر الفرصة لذا في مرحلة ما علينا أن نتصارع مع شخص الروح القدس وما يعنيه أن تقبله وتتعاون مع مقاله يسوع ثم اقترحت أن هناك مكونا آخر إذا كنا سنقبل الأمور الروحية علينا أن نفسح المجال للإعلان هذا هو الفهم الذي يعطيه الله ويضمنه الله إنه يتجاوز عقلك ويتجاوز جدية الدراسة وأؤمن بالانضباط الشخصي والطبيعة الأساسية لذلك والالتزام من جانبك بالتعلم والنمو والفهم وبعدها سيقابلك الله أريد قراءة بعض الشواهد الكتابية الداعمة لهذا نوعا ما المقطع أطول قليلا مما نقرأه عادة ولكن سيؤتي بثماره في أعمال ثمانية فكرة الإيمان هذه بدأت الكنيسة في النمو ويحاول التلميذ في أرشاليم دعم ما يحدث هل يخرج الأمر خارج أرشاليم لذلك سيرسلون فرقا من الأشخاص لدعم ما يحدث خارج هذه المدن وكان قبلا في المدينة رجل اسمه سيمون يستعمل السحر ويدهش شعب الثامرة قائلا إنه شيء عظيم وكان الجميع يتبعونه من الصغير إلى الكبير قائلين هذا هو قوة الله العظيمة وكانوا يتبعونه لكونهم قد اندهشوا زمانا طويلا بسحره ولكن لما صدقوا في لوبوس وهو يبشر بالأمور المختصة بملكة الله وباسم يسوع المسيح اعتمدوا رجالا ونساء والسيمون أيضا نفسه آمن إن هذه قصة مثيرة للاهتمام إنه ساحر شخص مارس السحر والتنجيم شخص شارك من قبل في عالم روحي غير روح الله يؤمن بالرسالة عن يسوع ويعتمد ولما اعتمد كان يلازم في لوبوس وإذ رأى آيات وقوات عظيمة تجرا دهش ويعترف بالسلطان الروحي والقوة الروحية في في لوبوس إنها تتجاوز القوة الروحية التي كان على دراية بها ولما سامع الرسل الذين في أوروشليم أن السامرة قد قبلت كلمة الله أرسلوا إليهم بطرس ويحنى الذين لما نزل صليا صليا لأجلهم لكي يقبلوا الروح القدس لأنه لم يكن قد حل بعد على أحد منهم غير أنهم كانوا معتمدين باسم الرب يسوع اسمحوا لي أن أوضح يعلمنا الكتاب أنه عندما تولد من جديد روح الله يسكن فيك لهذا السبب في مساء القيامة عندما نفخ يسوع في التلاميذ وقال اقبلوا الروح القدس كان لهم لقاء شخصي مع يسوع المقام وقال اقبلوا الروح القدس وهذه هي الولادة الجديدة ومع ذلك قال لنفس المجموعة بعد بضعة أيام لا تغادر أوروشليم حتى تمتلئوا من الروح القدس وهنا في السامرة ذهب في لوبوس وبشر بالإنجيل وقد أمانوا بيسوع واعتمدوا يرسل الرسل بطرس ويحنى إليهم ويقولون حسنا أنتم بحاجة إلى خطوة أخرى لا لكي تتأهلوا للسماء وليست ضرورية لعمل حوارات لكنها ضرورية لقصتكم إنها ضرورية ليسوع حينئذ وضع الأياد عليهم فقبلوا الروح القدس الآية الثامنة عشر هي ما أحاول الوصول إليه ولما رأى السيمون أنه بوضع أيدي الرسل يغطى الروح القدس قدم له ما دراهم قائلاً أعطيني أيضاً هذا السلطان حتى أي من وضعت عليه يدي يقبل الروح القدس بالنسبة إلي النقطة المهمة أن السيمون قد آمن إنه يؤمن بشيء لا يزال عدد لا يحصى من المسيحيين يتناقشون فيه قال أنا أؤمن أعتقد أن هذا حقيقي وهو أصيل جداً وسيحقق شهرة أخبرني كم يكلف لأنه غير مجدد على الإطلاق إنه لا يزال تابعاً جسدياً ليسوى أستطيع أن أريكم هذا يمكن أن تعلن عن إيمانك وأنت لا تزال تعيش مثل العالم مكان خطير تذكر مثل الزارع والفلاح من يزرع البذرة لا تريد أن تزرع نفسك عن قصد في أرض صخرية لا تريد أن تقضي وقتك عن قصد بين الأشواك تريد أن تفعل كل ما في وسعك لكي تكون متأكداً أن قلبك وحياتك تربة جيدة لذا فإن سيمون قد آمن يقول أسمع لأشياء حقيقية أنا أؤمن فأجاب بطرس لتكن فضتك معك للهلاك لأنك ظننت أن تقتني موهبة الله بدراهم ليس لك نصيب ولا قرعة في هذا الأمر لأن قلبك ليس مستقيماً أمام الله لقد أبلغنا للتو أن سيمون نفسه قد آمن واعتمد لكن قلبه ليس مستقيماً لله لم يكافح سيمون مع الإيمان صار أعسيمون بقلب أمام الله مباشرةً علينا أن نصبح أكثر تطوراً في تفكيرنا وأيضاً في فهمنا للأمور الروحية أحياناً لا نبالي علينا أن نساعد بعضنا ونتحلى بالشجاعة لكي نقول هيا إنك لست في المسار الصحيح حسناً كنت مؤمناً وقد اعتمدت حسناً هذا لا يعني أن قلبك في مكان رائع قد تحدث بطرس بشكل مباشر موظمنا سيشعر بالإهانة ليس لك نصيب ولا قرعة في هذا الأمر فتوب من شرك هذا واطلب إلى الله عسى أن يغفر لك فكر قلبك هذا بطرس وهو يقضي وقتاً مع يسوع قال من الأفضل أن تتوب هذه ليست الطريقة التي نتحدث بها وإن انزعجت أعتقد أنني قد أكون آسفاً الله سيغفر لك أؤمن بمغفرة الله لكن بطرس يدعوه لاتخاذ موقف مختلف هنا لأني أراك في مرارة المر ورباط الظلم انتظر لقد أعلن إيمانه لقد تم تعميده وهو في مرارة المر ورباط الظلم فأجاب سيمون وقال أطلب أنتم إلى الرب من أجل لكي لا يأتي علي شيء مما ذكرتم هذا عرض رائع للإيمان وأريد أن أدعوكم لتنمية عادة الإيمان دفعنا عن كوننا متشككين قضيت الكثير من الوقت مع المسيحيين والكثير من المحادثات ويقولون لقد أوشكت على إقناعي أنا أعرف ما أقرأه في الإنجيل لكن دعني أخبرك بما أفكر حسنا في معظم الأوقات أكون مستمعا معظم الوقت لكن إذا كان ما أؤمن به يختلف عما يعلمه الكتاب يجب أن أغير ما أعتقده هذا طبيعة ما أقول هذا هو المكان والسلطة التي نعطيها للكتاب في حياتنا هذا هو السلطان الذي نعطيه ليسوع في حياتنا سوف نتغير لنتناسب دائما معه عندما لا نشعر بذلك عندما لا نريد ذلك عندما يكون غير مقنع عندما يكون غير مريح عندما يهددنا سنظل نقف معه لأننا أسلمنا أنفسنا لسلطانه نحن نؤمن أنه ابن الله نؤمن أنه قاضي كل الأرض نؤمن أنه يعرف أفضل طريقة ولأنني أؤمن بهذه الأشياء سأستمر في ممارسة الخضوع له وكما يظهر لك الرب الأماكن التي لا تسلمها له تحتاج أن تأخذ المشورة التي أعطاها بطرس لسيمون وقل يا رب أنا آسف لأني تساهلت مع الشر في قلبي في أحيان كثيرة نتخيل الخطيئة كأنها نوع من السلوك الأشياء التي لا أفعلها أشياء لن أشربها ولن أشاهدها كلمات لن أقولها وقد تتناسب مع تلك الفئات ولكن الحقيقة أن جوهر الخطيئة الأساسي هو حقا المرض الروحي هو ليس شيئا نريد أن نتساهل معه لأنك عندما تدعو المرض في جسدك أنت تدعو الدمار عندما ندعو الخطيئة لحياتنا الروحية فنحن ندعو الدمار أريد أن أصلي معك وأطلب من الله أن يغفر لنا خطايانا ويساعدنا على رؤية أي شيء فينا غير صحيح أنت على استعداد لنصلي أيها الآب أشكرك أنه من خلال دم يسوع افتدينا من يد الشيطان أنه ليس له قوة علينا أو سلطان في اسم المسيح اغفر لي ذنوبي وإن كان هناك شيء يحد من كمالي فيك فساعدني على رؤيته باسم يسوع أمين شكراً لمتابعتك لبرنامجنا خدمات ألن جاكسون وصلي أن تكون هذه الحلقة سبب بركة لحياتك يمكنك متابعة كل الحلقات من خلال موقعنا الإلكتروني www.malakotsad.com أو www.kingdomsad.com ومن خلال التطبيق www.kingdom-sad إذا كانت لديك أسئلة عن هذه الحلقة أو عن الإيمان المسيحي أو إذا كانت لديك طلبة صلاة تواصل معنا www.malakotsad.com وعلى whatsapp و viber plus 1-404-851-4921 والرب يباركك ترجمة نانسي قنقر